فيما يخص نادي الزمالك فنادي الزمالك بحسن مصادرنا فإدارة النادي بتجاهز خطاب لاستفسار من الربطة عن موعد إرسال أسماء الأندية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم الجاي الزمالك طلب من الربطة في الخطاب الحصول على استثناء من جانب الاتحاد الأفريقي لمد فترة إرسال أسماء الأندية المشاركة لفترة أطول عشان مبدأ يعني تكافؤ الفرص ويبقى الزمالك في موضع أفضل يخليه موجود في دوري أبطال أفريقيا الموسم اللي جاي والفترة تبقى متساوية في عدد المبارد فتبقى الأمور أسهل وإلغاء فكرة إرسال أسماء بالنسبة أو بناء على نتائج الدور الأول طيب مواقف الرابطة إيه؟ فترة اللي فاتت مسؤولوا الرابطة فعلاً رابط الأندية حاولوا الحصول على استثناء من جانب كاف لكن الكاف رفض طلب رابط الأندية المصرية وبالتالي هيتم إرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية بناء على نتائج مباريات الدور الأول للفرق اللي هتكون موجودة في البطولاتين دورة أبطال أفريقيا والكونفيدرالية تمام؟ تمام